عاد مشروع قانون حقوق الطفل إلى ساحة النقاش في الأردن. وسط محاولات المعارضين له للفت الأنظار إلى ما يرونه مواد تهدد القيم الأسرية والدينية وحملات معاكسة. تؤكد أن المشروع يراعي خصوصية البلاد ويحفظ حقوق الطفل. للمرة الأولى في تاريخ الأردن حالة الحكومة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى البرلمان للمصادقة عليه. إلا أنه استدم باعتراض شديد من أغلب النواب من جملتهم النائب صالح العرموطي وقد علق على مشروع قانون حقوق الطفل قائلا بأنه قد رفض وصاية أي جهة أجنبية أو فرض الأجندة عليهم. مؤكدا أن مشاريع القوانين لا يكفي أن تناقش في دورة استثنائية. هذه القوانين يتقرأ بصورة هادئة ومتأنية لا يوجد استعجال الدورة استثنائية. ومع ذلك هناك تخوف من هذا القانون لكن أنا أنظر إليه بمنظار أنه وقعنا اتفاقية دولية. وهذا القانون لا بد أن نراعي قانون الأحوال الشخصية وأن لا يتعارض مع حكام الشريعة الإسلامية. أنا أقول أن هذا يقتضي تعديلات كثيرة في هذا القانون. وأنا مع إحالته إلى اللجنة القانونية المختصة. ولا نقبل أي جهة أجنبية أن تفرض أجندة على الوطن. لأنه بلد ذات سيادة وقوانين تستمد من دستورنا ومن عاداتنا وتقاليدنا ومفاهي. وأثارت بعض المواد المقترح تعديلها. منها المادة الرابعة عشر المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين. والمادتان عشرون وواحد وعشرون المرتبطتان بنظام التبني والرعاية البديلة. ومنع الوالدين من الرقابة على الطفل بشكل كامل. هذه أثارت الحفائض. من ضمن المعارضين أيضا النائب أحمد القطاونة. كيف كان رأيه؟ نرى. أنا أريد أن أحكي أنه ليس مرتاح للقانون كامل باختصار. يا جماعة وأنت تقرأ في القانون وتشعر وكأنه ما فيه شريعة إسلامية. وكأن هذه الاتفاقيات والمنظمات الدولية هي من تريد أن تصنع وتربي الأجال وتحافظ على حقوق المرأة وحقوق الطفل. علما بأن الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم هو من تكفل بذلك. هذا الشيء. الشيء الآخر وأنت تقرأ في المواد للقانون بعض المواد تشعر أنه يمنع للوالدين الرقابة على الطفل بشكل كامل. المراسلات ممنوعة تمسك تلفونه. بحقق له البنت أو الطفل يروح يشتهكي على والده إذا مسك تلفونه وفتش التلفون إنه شو بتعمل في التلفون. بحقق له يشتكي وبحقق له يسجين أبوه. مناقشات النواب والخلافات التي حدثت ألقت بظلالها على الشارع الأردنية. امتدت إلى شبكات التواصل الاجتماعي عينة من التدوينات. إحسان الفقه يقول اسمه قانون الطفل لا الإبن. من اسمه فيه إبعاد للجانب الاجتماعي وتعزيز لمبدأ الفردية الأنانية الليبرالية. وكذلك الحال مع حقوق المرأة. فهي إمرأة لا زوجة أو أم أو أم وهو إنسان لا أب ولا أخ ولا زوج. نزع سلطة الوالدين على الطفل إذ لا يحق لهما المراقبة والحماية. هنا هديل عبدالعزيز لها رأي تقول فيه طبعا القانون ما فيه ولا ماذا تتحدث عن حق الطفل بأنه غير دينا. ليس مهم الدقة. المهم أن القانون مؤامرة وفيه بنوط خطيرة حتى لو ليس موجودة. وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أكدت أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون. واستدلت الوزيرة بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص صراحة على أن التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية. وأن الحكومة سبق أن أفضت تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية. خاصة المادة الرابعة عشر المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره. لكن يبدو أن تصراحات الوزيرة هذه لم تنجح في طمأنة جميع. فمن المعارضين ما يرى بأن الحكومة تسعى إلى نسخ القوانين الأسرية الغربية. مثلا هنا أمجاد علاونا يقول بدل أن نقوم بالتغيير نحو الأفضل في تشريع القوانين نحو حماية الطفل من التقصير الحكومي والسلوك غير التربوي من الآباء والأمهات. ذهبنا للحل الأسهل المدمر وهو إقصاء الأب والأم عن حق التربية. وترك الطفل مشاع يستقطب تربيته وثوابته من مجتمع الواقع أو الانترنت. مشاهدين ملف حقوق الطفل في الأردن نشرت عنه اليونسف دراسة في عام 2021. أربعون في المئة من سكان الأردن يعتبرون أطفالا وأكثر من أربعة مليون طفل. وحوالي خمسين في المئة من هؤلاء قد تعرضوا للإذاء الجسدي من قبل الوالدين أو الأوصياء ومعلم المدارس الأشقاء ناهيك عن تزايد التنمر على شبكات الانترنت. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. اشتركوا في القناة